ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعي قناة الامام المهدي الفضائية ونبارك لكم ولادة الامام الحسن المشتبى سلام الله عليه وايضا نرحب بضيوفنا الكرام ونبارك لهم ولادة الامام سلام الله عليه فاهلا ومرحبا بكم وبهذه المناسبة نقدم لكم الحلوى التي تسمى بالقرقعان وهي سنة من سنن الولادة في زمن النبي صلى الله عليه وآله ماذا عن القرقعان؟ القرقعان هي حلاوة هي وزعونها في زمن في الولادات وقد فعلها النبي صلى الله عليه وآله عندما ولد الامام سلام الله عليه قام بتوزيع الحلوى على جيرانه وأقربائه اتكلمنا في الحلقة السابقة عن الإمام وقلنا أن الإمام واجب من قبل الله سبحانه وتعالى وأن الإمام يجب أن يطاع بنص القرآن وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وقلنا أنه من صفات الإمام أن يكون معصوما وقد دل على عصمته آيات وروايات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن هذه الأحاديث ومن هذه الآيات آية في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فقد ورد في تفسير هذه الآية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال أن المنذر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الهاد هو أمير المؤمنين سلام الله عليه بعده يعني بعد رسول الله والأئمة سلام الله عليه سلام الله عليهم من بعده يعني من بعد الإمام سلام الله عليه ودلت على عصمة الإمام الأئمة سلام الله عليه كثير من الأحاديث وأيضا ثبتت عصمة الأئمة سلام الله عليهم بالقرآن وبالسنة الشريفة وبالأحاديث وبحكم العقل فلا مجال ولا جدال في عصمتهم سلام الله عليهم فبعد أن ثبتت عصمة الإمام سلام الله عليه يتبين لنا أن الإمام لا يفعل شيء من قبل نفسه وكل ما يفعله من قبل الله سبحانه وتعالى فالأمر الذي يأمره الله به هو يفعله والنهي الذي ينهاه الله سبحانه وتعالى عنه هو ينتهي به فالإمام سلام الله عليه كانت مدة إمامته عشر سنوات وحكم في الناس لمدة سبعة أشهر فقط يعني سبعة أشهر كانت خلافة الإمام سلام الله عليه يعني الناس اتقبلت الإمام وبايعته وجعلت الإمام حكما عليها فهذه المدة القصيرة التي حكم بها الإمام انشقت الأمة إلى نصفين قسم وي معاوية لعنة الله عليه وقسم ثاني وي الإمام سلام الله عليه وهم القلة يعني أغلب القبائل العربية ذهبت إلى معاوية لأن كانت بيده الأموال وبيده السلطة والقوة فكان يجبر الناس على الالتحاق بركبه يعني يجبر القبائل أن يكونوا من ضمن حزبه فصارت نزاعات على خلافة المسلمين بين الدولة الشيعية وبين الدولة الأموية فقام الإمام سلام الله عليه بمكاتبة بينه وبين معاوية لعنة الله عليه على أن يسلم له الخلافة لكن بشروط ذكرها الإمام عدة منها أن لا يتعرض للشيع أبدا وافق الإمام سلام الله عليه على أن يتنازل عن حق الخلافة بل لماذا الإمام هذا ومعاوية لعنة الله عليه أحسنت كان سبب الهدنة ذلك لأجل أن يحفظ الدماء لأجل أن يحقن الدماء لأن القبائل التي انشقت إلى نصفين أصلح بينهم الإمام وكان ثمن ذلك الصلح أن يتنازل الإمام عن الخلافة لأجل حفظ الدماء المسلمة حفظ الدماء الشيعة والموالين لأهل البيت عليهم السلام فمن طيش الأمويين كانوا بعد وفاة في حياة الإمام سلام الله عليه الإمام الحسن المشتبة في حياته بعد أن حصلت هذه المهادنة بعث زياد بن أبيه إلى أحد شيعة الإمام سلام الله عليه وعذبه وعذابا فوصلت الأخبار إلى الإمام الحسن عليه السلام فبعث إلى زياد وابخه في ذلك لكن هذا زياد بن أبي لم يسمع للإمام فأرسل الإمام إلى معاوية وأخبره أن فلان ابن فلان هو مو ابن فلان لأنه مجهول الأب هو زياد بن أبي مجهول الأب لا يعرف له أب فأن فلان قد تعدى على شيعتنا وقد آذاهم فأرسل معاوية إلى زياد بن أبيه ووبخه ونهاه عن أن يتعرض إلى الشيعة بعد ذلك لكن بعد أن استشهد الإمام سلام الله عليه هجموا على الشيعة بقوة وقطعوا أيديهم وقطعوا أرجلهم وعذبوهم عذابا أليم يعني هذا الإمام الباقر سلام الله عليه يقول بعد شهادة الإمام سلام الله عليه عذبوا الشيعة وقطعوا أيديهم عنوة لأن الإمام سلام الله عليه الشيعة كانوا مصداق لما ورد عنهم يعني كان يعرف بهم الحق فمعاوية كان يعذب ذولاك ويقتلهم ليش لأن الهو على باطل فعندما يرون الشيعة بهذه الهيئة بهذه الالتزام ويرون معاوية بطيشه وبغيه فيعلمون أنه على باطل فكان لا يبقي للشيعة باقي حتى لا ينكشف أمره شيخنا بل اتفضل ليش صالح الإمام؟ أحسنت سأل أخوكم روح الله ليشي الإمام سلام الله عليه تصالح مع معاوية لعنة الله عليه فمن اللي يقدر يجاوبنا على هذا السؤال؟ شيخنا بل يتفغل حفظا على دماء الشيعة أحسنت جاوب أخوكم مصطفى الجواب اللي سأله روح الله قال ليشي الإمام السالح وي المعاوية لعنة الله عليه أن الإمام سلام الله عليه تصالح مع المعاوية لأجل أن يحفظ دماء الشيعة ولكن أن هذا لم يكن صلحا أن الإمام لم يتصالح مع اللعين ولكن كانت معاهدة لأجل حفظ سلامة الشيعة وحقنا لدماء شيعتهم وقد بيّن الإمام أن الذي فعله حينما سؤل ليش يا بأنت صالحة وي معاوية فقال عليه السلام أن ما فعلته خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس وما غرضت أن معاهدة الإمام سلام الله عليه لمعاوية لعنة الله عليه كانت لأجل صلاح الأمة يعني لم تكن هناك في الحرب أي طائدة وليس فيها أي خير للأمة الإسلامية فقال الإمام سلام الله عليه الإمام الحسن إن معاوية نازعني حقا هو لي دونه فنظرت لصلاح الأمة وقطع الفتنة يعني كان سبب هذه المعاهدة هو لأجل قطع الفتنة التي حصلت بين الأمة وكان هذا الصلح خيرا له من الحرب ومن القتال فعنه سلام الله عليه أنه قال وي حكم ما تدرون ما عملته والله الذي عملته خيرا لشيعتي مما طلعت طلعت عليه الشمس وغربت فإذن أن المعاهدة التي جرت بين الإمام ومعاوية هي كانت خيرا للأمة الإسلامية من الحرب وقطعا للفتنة التي حصلت بين المسلمين الذين انشقوا قسم مع معاوية لعنة الله عليه وقسم مع الإمام سلام الله عليه لكن هناك التفاة بسيطة أن الإمام كان لديه القوة على خوض الحرب ولذلك المعاوية قبل بالمعاهدة يعني لو ما كان عند الإمام قوة قادر على رد هذه الجيوش وعلى دحض الأمويين لعنة الله عليهم لما قبل معاوية لعنة الله عليه بالمعاهدة فالإمام كان يملك القوة وكان يملك القدرة على القتال لكن كان المعاهدة أصلح للأمة من خوض الحرب وأحقل للدماء فإن شاء الله تكونوا استفادية مويانة إذن أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى اختام حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تكونوا استفادية مويانة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد